بعد ما تم تخطي الإصدار 82 من جوال كروم تحديث جديد وإصدار جديد من جوال كروم باسم كروم 83 تابع معنا الفيديو عشان تعرف على أهم التحديثات الجديدة في كروم 83 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم من جديد في حالة جديدة من خبرات أولاين ولكن قبل من تدي أي حاجة النهاردة اسمحوا لي هنيكم بعيد الفطر المبارك كل عام وأنتم بخير وأعطاء الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات وتقبل الله مننا ومنكم صالح الأعمال ونرجع للموضوع حالتنا تاني وهو كروم 83 اللي تم تخطي الإصدار 82 طبعا بسبب الظروف العالمية والتحديث جاء بارة عن تحديث أمني ضخم وتعالي نتعرف على أهم الحاجات اللي جات في تحديث 83 ولكن قبل ما نتعرف على التحديثات لازم نتأكد أن احنا عندنا الإصدار رقم 83 من جوجل كروم وده نروح من خلال طبعا الدخول على كروم نفسه من ثلاث نقطة اللي فوق هنا منضغط عليهم وبعدين نخش على هلب ومن هلب على أبوة جوجل كروم طبعا لو أنت عندك الإصدار رقم 83 هتبقى موجودة عندك بالشكل ده لو مش موجودة عندك بتروح بيتحلص بشكل أوتوماتيك يعني أول ما بتخش هنا بيتحلص بشكل أوتوماتيك وبعدين بتعمل إعادة تشغيل ويبقى كده عندك الإصدار رقم 83 من جوجل كروم وبعد ما حدثنا المتصفح بتاعنا لآخر إصدار من جوجل كروم اللي هو كروم 83 بروح نفعل الميزات الجديدة أو التحديثات الجديدة اللي أضافتها جوجل كروم في المتصفح اللي طبعا أنا بتجيش بشكل مفاعل تلقائي ولازم تفعلها بشكل يدوي من خلال الكروم فلاجز لأنه زي ما نرى كده رغم أننا حدثت المتصفح بتاعي لآخر إصدار ولكن برضو لسه ما اشتغلتش عندي وأروح نشغالها من الكروم فلاجز هنروح على عنوان URL اللي فوق هنا ونكتب فيه كروم فلاجز ودي الكروم فلاجز بتاعتنا اللي هنفعل من خلالها الميزات الجديدة ومن خلال المربع البحث هنا نروح ندور على إعدادات الخصية والأمان أو Privacy Setting هنروح نبحث كده عنها طبعا كل كلمات أو كل حاجة نبحث عنها وأي حاجة تعلق به شرح الموضوع نهاردة سيبالكم إن شاء الله موجودة أسفل الفيديو هنروح نكتب الآن Privacy Setting وهنروح نعمله هنا نخليها طبعا تبقى جاية Default بنخليها إحنا Enable وطبعا بنعمل إعادة تشغيل المصفح بتاعنا عشان يفعل الاختيارات الجديدة أو الميزات الجديدة وبعد ما فعلنا إعدادات Privacy Setting من الكروم فلاجز وطبعا زي ما شايفين في التعريف بتاع البرايفيزي ساتنج بيقول لك إنه هو تشتغل على الماك والويندوز واللينكس والكروم اس يعني الإعدادات اللي إحنا شغلناها دلوقتي بتشتغل على أي نظام من الأنظمة دي وهنروح بعد كده على الإعدادات عشان نشوف أهم الميزات الجديدة في الرايفيزي ساتنج هنخش على الإعدادات بتاعتنا مرة تانية وزي ما شايفين تم إضافة الميزات الجديدة في المتصفح بمجرد إن إحنا شغلنا الرايفيزي ساتنج من الكروم فلاجز وأول حاجة عندنا هنا السيفتي شيك أو الفحص الأمان زي ما اسمها باين كده إن هي بتعمل فحص للمتصفح بتاعك إنه شغال في أحدث إصدار من المتصفح كمان بتتأكد إن البصورد بتاعك ما تمش اختراقه كمان بتأكد إن انت شغال على السيف براوسنج أو تصفح الأمن وحاجة أخيرة في السيفتي شيك وهي بتتأكد من الملحقات أو الاكستنشنز اللي بتستخدمها على المتصفح حيث إن ما فيش أي إضافة فيهم بيكون تسبب ضرر للمستخدم السيفتي شيك تعتبر يعني كحارس ممكن تشغله بشكل دوري بحيث إنه يقول لك إيه الأخطاء اللي ممكن تكون موجودة عندك في المتصفح بتاعك وطبعا في حالة اكتشاف أي خطأ في الفحص هنا بتبلغك طبعا إن فيه حاجة غلط وبتقول لك إيه اللي ممكن تعمله أما الميزة رقم 2 في كروم 82 وهي التحكم في ملفات تعريف الارتباط أو الكوكيز طبعا احنا تكلمنا بعد كده عن ملفات تعريف الارتباط أو الكوكيز بشكل مفصل ممكن ترجع للحلقة اللي تكلمنا فيها عن ملفات تعريف الارتباط شان تعرف أكتر ضلوقتي في كروم 83 تقدر تتحكم بشكل كامل في ملفات تعريف الارتباط طبعا احنا يعني الى كل ملفات التعريف الارتباط 어떻게 موجودة على المواقع الآن تقدر تحكم في الموضوع بشكل أكثر مرونة وتفهمنا في حزف كل ملفات التعريف الارتباط ، و إ belong إليك الحلطة و مستحيل من الملفات التعريف الارتباط خاص بموقع معين يعني مش محتاج ان انت تحزف كل ملفات تعريف الارتباط اللي موجودة عندك عن متصفح لمجرد ان انت عايز تحزف ملف ارتباط خاص بموقع معين دلوقتي تقدر تخش تحكم في الموضوع ده ببسطة جدا وتحزف اي ملف وتتحكم فيه الصلاحيات كمان اللي بياخدها الموقع ده يعني تقدر تشوف دلوقتي اي صلاحية من المواقع دي بتستخدمها وتتحكم فيها وكمان تحزف ملفات تعريف الارتباط بتاعتها بشكل بسيط جدا اما الميزة رقم 3 وهي برضو خاصة بملفات تعريف الارتباط او الكوكيز ولكن في وضع تصفح الخفي طبعا في وضع تصفح الخفي مفيش اي احتفاظ بسجلات التصفح بتاعتك اثناء استخدام ولكن عشان الموضوع يبقى زيادة في الخصوصية اكتر اصبح كمان مفيش او ممكن تتحكم في حظر كل ملفات تعريف الارتباط اثناء التصفح الخفي ولكن الميزة دي لازم تفعلها برضو من خلال الكروم في الاجزة هتروح على الكروم في الاجزة هنا ونكتب فيه انججنيتو وهروح نفعل الميزة دي الخاصة بالتحكم في ملفات تعريف الارتباط في وضع الانججنيتو مود او تصفح الخفي فهروح نفعلها بالشكل ده وبرضو هروح نعمل اعادة تشغيل للمتصفح بتاعنا ولو رحنا نشغلنا دلوقتي نافذة من نافذة وضع تصفح الخفي هنلاقي دلوقتي عندنا اختيار اللي بيسمح لنا ان احنا ممكن نتحكم فيه ملفات تعريف الارتباط او نعمل لها كلها حظر اثناء استخدام وضع تصفح الخفي اهم الميزة رقم 4 وهي السيكوريتي او السيف براوسنج الخاص بجوال كروم الساندر بروتيكشن هنا او الحماية الخاصة بجوال كروم طبعا كانت جوال كروم قالت قبل كده ان عندها قاعد بيانات كبيرة جدا خاصة بمواقع التصيد والصفحات الاحتهالية والقاعدة دي بتتحدث كل 30 دقيقة ولكن جوال كروم شايفت ان 30 دقيقة دي وقت كبير جدا وعشان كده طلبت فيه الاختيار ده او في الميزة دي ان انت تبعت بعض المعلومات من المواقع اللي انت بتروحها كمان الURL بتاع المواقع اللي انت بتزورها وطبعا زي ما نستشافين الميزة دي اختيارية لان ممكن الناس تشوف ان الميزة دي انتهاك الخصية بتاعتهم وطبعا انا شايف فعلا تعتبر انتهاك الخصية هي خاطر من خطوات الحماية ولكن في نفس الوقت ممكن تشوف ان هي انتهاك الخصية لان انت هتبعت كل المعلومات اللي انت بتستخدمها او بعض المعلومات اللي انت بتستخدمها للمواقع اللي انت بتزورها هتبعتها لجول كروم وزي ما نقول لكم دي خطوة اختيارية في السيف براوسينج والميزة رقم 5 والاخيرة معانا النهاردة في حلقتنا عن كروم 83 وهي الـ Square DNS تشفير الاتصال ما بينك وما بين الـ DNS وطبعا دي لازم نتفعلها من خلال كروم في الاجزة هروح برضو على الكروم في الاجزة كده وهنكتب فيه هنا DNS هاجينا لـ Square DNS Lookup وهنروح نعمل لها Enable وبعدين هنعمل اعادة تشغيل المصفح بتاعنا عشان نشغل ميزة الـ DNS او Enable DNS over HTTPS عشان تعمل مزيد ما بين التشفير ما بيننا وما بين الخادم الخاص بالـ DNS ودي لحماية من او لزيارة الحماية من حاجة كده اسمها امان الميدل او هجوم رجل في المنتصف ودي بتزود من درجات الحماية ما بينك وبين اتصالك بخادم الـ DNS وبالـ Square DNS يبقى كده وصلنا لآخر اهم خمس نقط في تحديث كروم 83 اتمنى تكون استفادت من موضوع حليتنا النهاردة وعرفت ايه اهم الموازات الجديدة في تحديث كروم 83 اشكركم تماما من المتابعة اتمنى لو استفادت من حليتنا النهاردة منساش تضغط لايك على الفيديو واشوفكم ان شاء الله على خير في حلقات تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته